رجل أعمال ثريء ورغم أمواله وأملاكه كان لا يتصدق على فقير عكس زوجته وأبنائه حيث كانوا يتصدقون ويعطفون على الفقراء والمحتاجين دون أن يعلم الأب ولكن ابنته الكبرى والتي تعمل سكرتيرة له صارحته ببخله وخطأه وحذرته بالعاقبة في الدنيا والآخرة إن لم يشعر بالفقراء وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فاستمع إليها واكتفى بالصمت وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة أعطت الإبنة أمرا لمحاسب شركة والدها بشراء عدد من البطاطين والملابس الشتوية لتوزيعها على أسر فقيرة تعرفها وأيضا تخصيص مبلغ مالي لإعطائه بعض المحتاجين وقبل تنفيذ الأمر فوجئت بوالدها يرفض مطالبها متعللا بالخسارات المتكررة في الوقت الأخير وتعرضه لأزمات مالية كثيرة فغضبت الإبنة وحزنت وفي طريقها إلى البيت مع أبيها داخل سيارته انفجرت بالبكاء وقالت لأبيها يا أبي أنا أرافقك في البيت والعمل وربما في كل مكان وأشعر دائما بما أنت فيه من هم وقلق ومرض وخوف من المنافسين وشك في الأصدقاء وحزن بسبب خسائر صفقات كنت تتوقع لها الربح أنت لا تهدأ ولا تشعر بسعادة أبدا ولك أكثر من طبيب وتعيش بالمهدئات والأدوية كل هذا يا أبي بسبب ابتعادك عن الله وتحيولك على أوامره وعدم إخراج زكاة أموالك وأرباحك من قبل انظر إلي وإلى أمي وإخوتي دائما في سعادة وليس لنا هم إلا أنت عد إلى الله واهتم بالصلاة والزكاة وفوض الأمر كله لله وسيبعد عنك بقدرته كل الوساوس وكل شر استمع الأب لابنته ولم ينطق بكلمة ولحظت الإبنة تساقط الدموع من عينيه فشعرت بأنها قست عليه وعند وصولهما للبيت فوجئت الإبنة بوالدها يعتذر لها ويعيدها بأنه سيتصدق ويهتم بكل محتاج ثم ذهب وتوضأ وصل وقضى الليلة يستغفر ويدعو الله أن يعفو عنه وفي الصباح نادى على ابنته وقال لها في سعادة لقد قرأت اليوم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم سأعمل به دائما إن أردت أن يرين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم ثم ذهب الأب إلى أكثر من أرملة وتكفل بالإنفاق على أبنائهن وبعد أشهر قليلة وجد ماله يتزايد وعوض كل الخسائر الماضية كما شفاه الله من الأمراض التي أصابته وأزاح عنه همومه وأحزانه وقلقه المستمر ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رجل مزارع رزقه الله بولدين فارق العمر بينهما عامين عمل الإبن الأكبر طيب القلب مع والده بالزراعة وفضلها على التعليم بينما تخرج الإبن الأصغر طبيبا وتزوج الإثنان في بيت العائدة كل ابن له طابق مرت الأعوام ولم يرزق الإبن المزارع بأطفال رغم عدم وجود سبب يمنعه من الإنجاب بينما رزق الله الطبيب بأربعة أبناء وعندما مات الأب ترك ميراثا كبيرا من الأراضي والأموال فذهب الأخ الأكبر لأخيه الطبيب وقال له أنت لك أربعة أبناء وأنا ليس لدي أبناء لذلك سأتنازل لك عن ميراثي في كل شيء باستثناء الطابق الذي أعيش فيه مع زوجتي وسأكتب لك كل نصيب بيعا وشراء فماذا سأفعل بالمال أو الأرض وليس لأبناء رفض الطبيب طلب شقيقه ومع إلحاح الأخ وافق على طلبه وتنازل الأخ المزارع لأخيه الطبيب عن إرثه وبعد عامين توفي المزارع فأعطى الطبيب لزوجته مبلغا من المال وطلب منها مغادرة البيت فورا فبكت الزوجة وأخذت تترجاه أن يتركها وستقوم بخدمته وخدمة أسرته ولكنه أمسك بها ليخرجها من البيت فذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم سقطت على الأرض وأهمي عليها وعندما ذهبت إلى المستشفى اتضح أنها حامل فصدم الطبيب واضطر أن يبقيها بالبيت حتى لا يلومه أهل القرية وعندما جاء موعد الولادة أتى الطبيب بإحدى ممرضاته لتقوم بعملية التوليد وأعطاها مبلغا كبيرا مقابل قتل المولود وبالفعل فعلت الممرضة وقامت بخنق الطفل وعندما سألتها الأم عن وليدها أخبرتها بأنه نزل ميتا فحزنت الأم وحدث لها نزيف فذهبوا بها إلى المستشفى بأقصى سرعة حتى لا تموت وهناك أجروا لها أشعة واتضح أن في بطنها جنين آخر وفي حالة جيدة وشك الطبيب المختص في أمر وفاة الطفل الأول وأبلغ الشرطة بعد أن قام بتوليد الأم جاء رجال الشرطة وحكت لهم الأم عما حدث من الممرضة فألقوا القبض عليها واعترفت بقتل الطفل بأمر من عمه الطبيب الذي هرب بأسرته إلى المدينة عندما علم باعتراف الممرضة عليه ظل الطبيب مختفيا لأكثر من عام في إحدى المدن وعندما علم أن أحدا قام بالتبليغ عنه أخذ زوجته وأولاده بالسيارة ليذهب إلى العاصمة وعندما شاهد ازدحام الطريق سار بالسيارة عكس الاتجاه واصطدم بحافلة كبيرة ومات هو وكل أفراد أسرته وانتقل الميراث كله إلى ابن أخيه الذي أصبح مهندسا رائعا بارا بأمه عطوفا على كل محتاج قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب دفين الملائكة في غزوة بدر قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه اثنين من الكفار فنذرت زوجة أحدهما أن تشرب الخمر برأس خبيب وستدفع لمن يأتيها به ما يريد وفي واقعة بئر معونة احتال الكفار على ثلاثة من الصحابة منهم خبيب فقتلوا الاثنين وقيدوا خبيبا وأخذوه إلى مكة وباعوه للمرأة التي قتل خبيب زوجها ولأنهم أسروه في الأشهر الحرم فلا يصح قتله لذلك قرروا قتله بعد انتهاء الأشهر الحرم فأوثقوه وقاموا بوضعه في بيت يسكنه رجل ومرأة وابنهما الصغير وأمروا سكان البيت بالتيقض والحرص والتحفظ عليه وذات يوم غادر صاحب البيت بيته فدخلت زوجة صاحب البيت على خبيب الحجرة وهم في برد الشتاء فوجدت في يده عنقودا من العنب ولم يكن في مكة كلها حبة عنب واحدة بينما خبيب يجلس يأكل من العنب وهو مربوط بالسلاسل وهذه معجزة من معجزات الله عز وجل وقد تكرر هذا الموقف أكثر من مرة فقد رأته هذه المرأة مرات كثيرة وفي يده طعام دون أن تعرف مصدره وفي يوم من الأيام وقبل أن يقتل خبيب بيوم أو ثلاثة قال لهذه المرأة هل من الممكن أن تعطيني موسيا؟ فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقوم بسنن الفطرة مثل قص الأظافر وتهذيب الشارب وحلق الشعر وإزالة شعر الإبط وعندما أحضرت له الموسي اقترب ابنها الصغير منه وجلس في حجره فخافت أن يقتله بالموسي ولكنه قال لها من يخاف الله لا يفعل هذا وما كان لي أن أكون من أصحاب محمد وأفعل ذلك خذي الغلامة ولا تقلقي وبعد الأشهر الحرم أخذوا خبيبا وخرجوا به خارج مكة وقاموا بتعليقه في شجرة وجمعوا كل قريش فقال أبو سفيان لا تقتلوه إنما اضربوه نريد أن نعذبه فبدأوا يضربونه وخبيب رافع الرأس فذهب أبو سفيان إليه وقال يا خبيب أستحلفك بالله أتحب أن تكون آمنا في بيتك الآن ويكون محمد مكانك فقال خبيب والله ما أحب أن يكون رسول الله في بيته ويشاك بشوكة في يده فكيف أحب أن يكون في مكاني فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد ثم قال أبو سفيان أتطلب أمرا يا خبيب قبل أن تموت قال خبيب نعم أحب أن أصلي ركعتين ففكوا وثاقه وصلى ركعتين خفيفتين ثم نهض ونظر لأبي سفيان وقال لولا أن تظنوا أني أخاف الموت لأطلت فيها ما شاء الله أن أطيل ثم أعادوه وربطوه وبدأ يقول شعرا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ثم وقف يدعو الله بأعلى صوته ويقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إني قد بلغت رسالتك فبلغ رسولك مني السلام وما أنا فيه وهكذا كان حرص أصحاب رسول الله على هذا الدين كلهم يعلمون أنهم أصحاب رسالة حتى عند موتهم وبعد أن قتل خبيبا وبعد عشرين سنة وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الصحابي سعيد بن عامر واليا للكوفة وجاء أهل الكوفة ليشتكوا لسيدنا عمر واليهم سعيد بن عامر وقالوا له إن هذا الوالي به مرض الصرع يكون جالسا فيرتعش ويرتجف ويسقط على الأرض فناداه عمر وسأله ماذا يصيبك يا سعيد فقال له يا أمير المؤمنين لقد كنت واقفا يوم دعوة خبيب فأصابتني هذه الدعوة فكلما تذكرته حدث لي الذي يحدث نعود لقصة خبيب فبعد مقتله نزل سيدنا جبرين من السماء وأخبر رسول الله بما حدث لخبيب عند مقتله فقال الرسول وعليك السلام يا خبيب ثم قال لا يترك خبيب مصلوبة ثم أمر النبي واحدا من الصحابة وقال له اذهب بسرعة إلى مكة وأحضر لي جثة خبيب أو اتفنها وصل هذا الصحابي والدنيا قد أظلمت فصعد على النخلة التي كان خبيب مربوطا عليها وكان هذا الصحابي خائفا أن يراه أحد فيقتل وبعد أن فك خبيبا أراد أن ينزل به من على النخلة فسقط خبيب منه فنزل الصحابي من على النخلة يبحث عنه فلم يجده فظل يبحث عنه لأنه لا يستطيع أن يعود إلى النبي بدونه فانتظر حتى يصبح الصباح وعندما طلع النهار لم يجد الجثة فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم حزينا لأنه بعثه في مهمة ولم ينجزها فلما دخل على النبي ابتسم له النبي وقال له لا عليك لقد دفنته الملائكة ولقب من يومها دفين الملائكة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أفر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما